دخلت فرنسا حالة الصمت الانتخابي استعدادا للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة غدا الأحد فيما يسيطر الهاجس الأمني على عموم البلاد وذلك عقب هجوم شارع شانزليزي في باريس الخميس الماضي بدأت في فرنسا حالة الصمت الانتخابي استعدادا للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة غدا الأحد في ظل حالة استفارد أمني عقب هجوم شارع شانزليزي في باريس واستكملت مركز الاقتراع استعداداتها لاستقبال الناخبين من أجل إطلاع بأصواتهم بينما داع الرئيس الفرنسي فرنسوه هولاند مواطنيه للتوجه إلى سراندق الاقتراع وأكد أنه سيتم أعمل كل شيء لتأمين الاقتراع مع نشر 50 ألف شرطي ودركي و7 ألف عسكري وقد توقعت استطاعت الرأي أن تشهد الانتخابات عظوفا لافتا من الناخبين وأشرت إلى أن نسبة المشاركة لن تتجاوز 25% ووفقا لاستطاعة الرأي تنحصر المنافسة على الحصول على مقعد في الدورة الثانية بين أربعة مرشحين من أصل 11 وهم مرشح الوسط إيمانويل ماكرون ومرشحة أقصى اليمين مارين لوبان يليهما مرشح اليمين فرانسوه فيون ثم مرشح أقصى اليسار جون لوك ميلانشون وتجل جولة الثانية للانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات يوم 7 مايو أيار المقبل وقد انتقد رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف ما وصفه باستغلال بعض المرشحين هجوم الشانزليزي لأغراض الانتخابية